انا مجرد كاتب له عينان وقلم وقلب انا مجرد انسان مولود في دلت مصر وتلحفت بصعيدها صديا وشابا ورجلا وزوجا وابا عشت على الوادي الاخضر ورأيت يوما الثورة حين تأكل بعضها ورأيت النكسة حين يزحها قائد محنك ورأيت الدولة حين تبدأ من الصفر وتعود بعد حين الى مربع الصفر ورأيت مصر مغتصبة ملطخة بالدم المسيس بالدين ورأيت اشراقة الفجر وادان الصلاة للعمل ورأيت بلدي تحارب الملثمين الذين يزرعون الفوضى ليحصدوا الخراب انا مجرد مصري بالجغرافيا وبتاريخ قديم الانتماء للارض ومر امامي زعماء وخوانة ونشطاء وكسالة ومحاربون ومستسلمون ومناضلون ومتخاذلون شبعت اذني كلاما ووعودا حتى سالت الكلمات على خدي تجر اديال الخيبة انا المصري القبطي المؤمن ان زمن المعجزات قد ولا والصلاة للغد امام هيكل الكنائس لنصرة مصرنا فرض انا المصري القبطي الذائب تماما في النسيج الوطني اقف في هذه اللحظة على شاطئ الاسماعيلية درة مدن مصر وعندما ارى حروف اسمها يهتز بدني تلقائيا فكم صار لهذه البلدة وناسها من تاريخ وتحتضن عز ايقونة وهي قناة السويس ما اجمل السفر في المكان والزمان في صندوق الدنيا المثبت في عقلي استدعي الاحداث الجسام من مرقدها مفيد فوزي اهلا وسهلا ايها الكاتب المصري القبطي العظيم اهلا الاوان نشوف بعض اهلا الاوان انت طبعا مدرك ان دي ليلة جميلة جدا بالنسبة لي انا واحنا يعني علاقة بتربطني بالاستاذ مفيد من سنين طويلة وهو استاذي واستاذنا كلنا وهو قال انا عينان وقلم وورقة وآه عينان وقلم ولي قلب ولي قلب نعم يعني دي لخاصة مفيد فوزي نعم استاذي العظيم طبعا انا كل يوم بقدم الاخبار بعمل مقدمة لكن النهاردة انا قلت ايه اذا وجد الماء بطل اتايمه استاذنا موجود ما ينفعش يعني انا عرسكت واسمع وتعلم يعني تاريخ من الاعلام وصناعة الاعلام المقروء والمرئي على يد استاذنا الكبير لخلق مدرسة وتعلمنا منه الكثير الحقيقة احنا منبتدي بخبر والناقش الخبر ده فاسمح لي نقرأ الخبر واقول لحضرتك ونعلق على الخبر ونشوف مين نتكلم معاه في الموضوع ده في اليوم السابع غدا في حوار للواء جمال عبد الباري مدير الانتر بول المصري يكشف فيه نطارده اربعين اخوانيا هاربين في قطر وتركيا ولندن انا لما قلت اربعين بس استغربت وبعدين بص اللي جاي بقى يا فندم نجحنا في استرداد 25 متهما بينهم 3 من قيادات الجماعة ونلاحق 42 ألف الانتر بول المصري بيلاحق 42 ألف متهم هارب منهم حسين سالم ورشيد محمد رشيد سالم دفع شخصا لإقامة دعوة قضائية ضده في اسبانيا لتعطيل استرداده ولا اتفاقية لتسليم مطلوبين بين القاهرة ومدريد يعني الخبر طبعا مسير في الرقم وانه هم يعني بيتاردوا أربعين إخواني وبعدين نجحوا في استرداد 25 منهم 3 قيادات يبقى فاضل 15 أما حكاية 42 ألف متهم دي جديدة أقدر أعلق تفضلي فان تفضلي فان بسيط تحليل بقى لا مش تحليل تفضلي فان أريد أن أكون شجاعا في أن أنا أفرج عن بعض ما في قلبي من أفكار تفضلي فان أنا مش موافق على ما يجري للرشيد محمد رشيد وحسين سلم لا حسين سلم دحكات تانية قصة تانية حسين سلم دك قصة تانية دخلة في زواريق مبارك وأنا معرفش بالزبط السيناريوهات ولا أدري نوعيتها على الإطلاق شفت التعبير نعم يعني التعبير الجميل دخل في زواريق مبارك وبعدين صداقة ممتدة عميقة بدأت بزمن كبير وانتهت في شرم الشيخ أو لم تنتهي لا أدري لكن أنا بحس أنه رشيد محمد رشيد قد فعل الكثير في هذه البلد وأرجو أن لا يختصر الناس في بعض آداءهم بس هو يعني طبعا أنا حديك فهمة لأنه المهندس رشيد محمد رشيد كان معروف بقدراته في التخطيط الاقتصادي ونجاحه في دنيا المال والأعمال على مستوى عالمي نعم ومؤسسات كثيرة لكن هو في صدر حكم أنا عارف أنا مش ضد الحكم ولا أنا بناقش الحكم أنا بناقش شخص رشيد محمد رشيد زي ما بكلم عن بطرس غالي الصغير اللي هو مش بطرس الكبير كوزير مالية أنا وزي ما بكلم أيضا على رشيد على رشيد بكلم أيضا على عاطف عبيد في رأيي أن عاطف عبيد لا ينبغي إطلاقا أن يختصر إلى مجرد آداء الخصاصة أنا بقولي الكلام ده ليه؟ لأن الأحكام العامة المطلقة مضرة بس ده كلام صادم لناس كتير أنا برد لحضرتك أنا أعلم أنه صادم أنا أعلم أنه صادم أنا أعلم أنه صادم في هذا الزمن يبقى علينا الضياع المطلق انا اعلم جيدا وانا بكلمك عن رشيد محمد رشيد انا لا تربطني صلة مطلقا برشيد محمد رشيد وعمري ما كنت يعني قريب منه لكن انا مستعد بكرة الصبح لو تقل تعالى سويسرا او تعالى الدوحة لاجري معه حوارا للتلفزيون انا مستعد اعمله وايضا انا بشوف انه عاطف عبيد اخطأ مما لا شك فيه لكنه لا ينبغي انه نشطب على البشر بهذا الشكل بطرس غالي انا اعلم انه في لندن الان رغم الحكم اعلم انه وزير مالية باقتدار واعلم ايضا انه يمثل مستشارا من افضل الوزراء المالية في قارة افريقيا في قارة افريقيا نعم واعلم انه عنده تلت دول هو بيشتغل مستشار ليهم حاليا امال تلت دول اه ليس سرا ان انا اقولك هذا الكلام فبتقولي حضرتك ان الكلام سيبدو صادما ليكن صادما لكنه الحقيقة يبدو ان الاستاذ مفيد النهاردة حيقول كلام صادم كتير يعني هو الحقيقة يعني لازم اسألك حضرتك هل انت كنت دائما كذلك ام انه مع التجربة والخبرة والحياة والسن بصد بطول هالا الانسان بيكتسب شجاعة انه انا مش محتاج اعمل اي حسابات طبعا انا عايز اقولك ان انا مؤمن تماما ان الاستغناء هو الطوة الاستغناء على طول ده نمرة واحد نمرة اتنين عايز اقولك انه فاتلت زمن اللي فيه اعمل حسابات فانا اقول رأيي دونم الامر التالت ان لازم تبقى انت مدركة ولعلك مدركة انني لم اغير على الاطلاق موقعي من اي شيء في هذه البلد فلا زالت افكاري هي هي مع التعديل الذي اجرته الحياة العامة هنتكلم بقى في المنطقة دي بس نرجع للواء عبدالباري والانتر فول يعني اننا شفنا يعني المطاريد الاخوان تحولوا الى مطاريد الشتات في انحاء الكرة الارضية انا عايزة حضرتك ككاتب وكقارئ للبشر وطبعا جزء من نجاحك العظيم في الحوار والمقدرة على الكتابة الساحرة بهذا القلم الساحر اعايزة اسأل حضرتك تحليلك ايه للناس دي تحليلك ايه للقاعدين في قطر يشتموا في بلدهم ويسيبوا ويطلعوا على الجزيرة ويحردوا ضد مصر وحردوا ضد رئيسها وحردوا على القتل وحردوا على الموت وحردوا على خراب مصر وحردوا قوة غربية انها تيجي وتحتل مصر اولا اقف عند اللي عملته قطر ايه قطر الطرد اللي حصل ده امتسالا لرغبة الرياض رقم واحد امتسالا لرغبة الرياض ام قطر بتعمل حساب كبير قوي ايه للي بيحصل في الرياض ايه نمرة اتنين حتى لو تغيرت الجغرافيا ام السياسة واحدة ايه والدعم السياسي واحد للاخوان واحد هؤلاء الربعوية المتأسلمين يعيسون في الارض فسادا بس حضرتك ما نسميهم المتأسلمين الربعوية المتأسلمين ليس لهم اي علاقة بالله لكن انا برجع برضو اقولك التحليل النفسي لهذه الشخصيات ازاي انسان يقدر كده يعد ويا سب في بلده ويا سب في بلده مش حضرتك تقول عمرك تبت يقريلي فكر ان انا دايما اقول ان في حزب في مصر اسمه حزب اعداء النجاح طبعا ده هو انت مأسسه مأسس كلمة يعني دي يعني الختم السكة التاع مفيد فوزي هؤلاء هم حزب اعداء الحياة الله ده جديد بقى حزب اعداء الحياة نعم انزلني بالسترابة بقى على على السكرين السترابة كده مفيد فوزي هم حزب اعداء الحياة هاي سألك سؤال ايه هو انت بتكوحي ليه مش عارف اول ما يا فندي طب ما تطلبي مية وانت طلبت مية على فكرة احنا طلبنا مية اما عندكش مية انا ما طلبتش مية انت طلبت نعناع انت طلبت نعناع محدد جدا تعالى هنستنى كتير ده في ايه في حاجات حلوة ده النعناع ده النعناع بتاع الاستاذ او شايف سخن ازاي فندي اتفضل اوكي ايه شكراك استاذي شكرا يا شام فلور مانجر بقى الفلور مانجر بتاعنا ابتدي بالاسبوع ده قولي يعني انا توقفت قدام عنوان مقال للاستاذ وحشتني يا جازمة صحيح يعني وحشتني يا جازمة مقال للاستاذ مفيد عارف بقى عنايا اكلت الصفحة وجريت بيقول ايه للاستاذ مفيد بيقول ايه للاستاذ مفيد بيقول كده قال اعتذر بشدة عن عنوان المقال مهما تصعدت منه ابخرة الشوق للطير المهاجر وتفوهت به ألسنة الهزار هاجس لا تظهر انه لا يجوز ولو من باب الدعابة ان نقرن الاشواق بالجزب هاداك بقى تكمل انا ايه يعني كنت بزور عائلة ايه من العائلات ايه والراجل محترم اه وست زوجته محترمة وايضا معهم ولد صغير ايه ايه ست سنين ايه فالولد كان برة جاي من النادي اه فأبوه بيبوسه ايه فقال له بابا وحشتيني يا جزمة انهار يسوي شوف خبارك التعبارة ايه بابا وحشتيني يا جزمة انا قاعد بشرب شاي ضيافة فانا ما اعمل كده هو ايه وحشتيني يا جزمة ما كملت الشرشة الشاي وبصتلي الولد اه يعني رمقته بنظرة ايه وقلت له عيب كده ايه فالولد راح معي اه ومبوق فيه انا زعيدة اوي حنسمع الفاظ من الاستاذ مبوق فيه الفاظ مصرية رائعة فا مبوق فيك الولد على طول اه فانا ابو قال له لا ما يقصدش اه هو بقى انت اللي ما تقصدش عامه ما يقصدش فحب يكدني الولد اه اه قال لي وحشتيني يا جزمة بيغيزك بيغررها قال لي وحشتيني يا جزمة ايه فتخيلي انا بعد ما قلت كده اه شعرت انه فعلا فقلت لها قلت للام من فضلك سمع فين الكلماتي في عندكو حد قلت لا سمع ايه ده من التلفزيون اه قلت لها منين يعني قالت من المسلسل اه طبعا انا من جيلي احترم العطاء فمش عايز اذكر اسم المسلسل انما الاصل وحشتيني يا جزمة اسم المسلسل ايه يعليش احد ادوات او كتابة في احد المسلسلات الولد لقط فكونوا لقط الولد هذا الكلام معناها ايه معناها انه مخه يعتبر تقريبا زي ما انا بقول علميا انه بيستقبل كل شيء ويفضل الحكاية دي في ذهنه ويفضل يقولها ويرددها وهكذا حضرتك وصفت وكتبت بقى انتقلت الى بقى ازهان الاطفال لقيت نفسي محتاج اكتب ده وصفتها وصف راعي جدا قالك مخ الطفل نعم شاشة متلقية بالزبط شاشة كده زي شاشة التليفزيون نعم بتتلقى نعم بتتلقى لكل ما يسمع وما يرى علميا نعم صحيح ويتهيقلنا انه ما بيستعش ويستجيب الطفل مع احداث المسلسل ويتفاعل معه ويتشابك وعلميا التقليد رافض الطفل الاعظم للمعرفة والسلوكيات تمام نتكلم في نقطة تفضل التقليد جزء اساسي في شخصية الطفل بمعنى انه كل ما يراه غالبا ابو يعمله بيعمله التقليد جزء من انه يحسسنا او يحسس ذاته انه بينضج ايو انه بيكبر ايو يأخذ من التلفزيون الكلام انا اخر كلمة سمعتها مبارح من هذا القاموس الغريب بقوله لوحد انت يعني هتيجي قال لي اه قلت له والراجل اللي انا قلت انه يجي معاك قال لي لا لا ده بلح انت متعرفش انا معرفش البلح قلت له بلح ايه انا كنت زيك معرفش البلح يعني يعني درجة قدراتي على استيعاب ما يجري في الدنيا له قدود انا معرفش حكاية البلح انا بقيت ما كنت مش عرفها بس عرفتها عرفت حكاية الطحن لا 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 قديم يا فندا لا لا لك اتضع ان الكلام ده لا 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 ده قديم اه لا ده حاجات قديمة لكن بلح جديدة اه بقالها يا كام ساعة عشر سنين كده اه فقعد تسأله قلت له ايه بلح جديدة قلت له كتير اه قلت له هو يعني ايد بلح اه قال لي ملاش اي دلالة لكن يا كلمة نحن في زمن ما ليس له دلالة الله شوف حبيك بقى ازاي بتشرح اللغة طب اننا دخلنا بالجد مرة واحدة في اللغة دي انا عايزة يعني نقول اللغة مستخدمة في السينيما اللغة المستخدمة في التليفزيون اللغة المستخدمة في الاغاني نعم وده هيربطنا بالزمن الجميل وزمن عبدالحليم وعبدالوهاب وموكلسوم ووردة وفايزة وطباح يعني الزمن ده كله وحضرتك كنت شاهد على زمن العمليقة واحنا وعدنا مشاهدين النهاردة اللي انا هنتكلم في ده انا بس عايزة اقدم لك نموذج من اللي بيسمعوه الشباب دلوقتي انا زيك كده حضرتك اندهشت من انا كل يوم في حالة اندهش اندهش لا يتوقف فانا النهاردة وانا بعمل ريسيرتش عشان اجيب للأستاذ ايه اللي بيغنيوه بس ده مش وعش ايه حينما لا تهاجر الدهشة ايه من صدرك اه فأنت عيشة اقبنا عيشة يقبر بخارك ايه لانه حينما تهاجر الدهشة تماما تفقدين كل شيء ما عادش يبقى عندك حاجة تنتهش من اجبها وعلى فكرة برضو في جملة اي دهشة وفي مسلسل اسمه دهشة اه اه في مسلسل يحى الفخراني اه معنا على الهاتف سعادة جمال عبد الباري مدير الانتربول المصري ساعة اللواء اهلا وسهلا يا فندم الو اهلا يا فندم المكالمة موجودة ولا مش موجودة ساعة اللواء سمعني ولا لا يا دكتور فتحي معنا ثواني طيب احنا حنتكلم لغاية لما تزبطوا بس التليفون ونبلغ ساعة اللواء اننا معنا الاستاذ مفيد فوزي على الهو اه التكنولوجيا نعم طبعا اهلا وسهلا ساعة اللواء هلو هلو ايوه يا فندم اهلا وسهلا شرفتنا يا فندم ساعة اللواء ساعة اللواء عبد الباري معنا الخط في حاجة يا جماعة طيب طيب حنتكلم على الخط التاني وحنتجي على ساعات اللواء بباية يا فندم احنا كنا في منطقة الاغنية والسينما واللغة وحنا كنا زمان اجيالنا انا جيلي بقى لما كان بنقول تانيش يا شيخة كانوا بقولوا نعيب تقولوا الكلمة دي وحديك والدك كان كان شديد عليك اه طبعا علمك ليه نعم معنا بش انا كنت بتصور باستمرار انه هو ده منهجه في التربية الصلابة اه يعني يعني انا اسمع خطوات طلوعه على السلم سلم خشبي اه فانا اول ما اسمع صوت رجلو على السلم اقفل فورا التربية الراديو او اقلب على محطة تانية هي كده المحطة بتغني فيها فايزة احمد يما الامر على الباب اه انا ديني ما نديني يعني حاجات كده اه فانا اقلب صوت العرب من القاهرة ايه خلاص يبقى انا في الامان اه طبعا يما الامر على الباب يما ارد الباب ولا انا دينه وبرده وستت واقف الراجل على الباب ولا بقيمتش فاهم ايه الحكمة في كده اهلا وسهلا ساعات اللواء جمال عبد الباري معي ساعات اللواء جمال عبد الباري مدير الانتربول اهلا المكالمة ايه في ايه يا جماعة اهلا يا فندم اهلا ساعات اللواء مش سمعنا برضه مش معقول يا جماعة لازم تتحقق ايوة يا فندم سمعني الو 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 احنا هنا اه في مشكلة تقنية يعني احنا بنعتزل ساعات اللواء ده ايه ده مش معقول احنا يعني بنحاول بقى لنا يومين اننا نوصل له يا جماعة وبعدين ده خبر وحوار مهم جدا في اليوم السابع بكرة مع ساعات اللواء ومعايا الاستاذ مفيد فاوز كان عندنا اسئلة كتير عايزين نترحى عليه نرجع يا فندم للهوارنا فالوالد بقى فكتب تريد زوته العرب من القاهرة اه وازن ان هو كان يتصور منهجه في التربية اي ان هكذا الصلابة اه طب انت كنت أب سب لا كنت على النقيد تماما على النقيد تماما لكن حضرتك لسه ما هو الاجيال الجديدة والبلح والحاجات الاجيال الجديدة بتبصلنا على اننا سلاحف بيقولولي مع انا ساعدت اللوة مرة تانية تأكدوا بس ان ساعدت اللوة سمعني يعني تأكدوا ان ساعدت اللوة سمعني قالوا قالوا مش معقول يا دكتور فاتح قالوا ايوة تأكدوا بس ان الخط موصول كاي اعتذروا لسيادة اللوة لان كده بقى عيب الموضوع يعني بقينا كده منظرنا مش حلوة كنت بكلمك على فكرة ان انا قب لين يعني لكن حاسم لكن ما عنديش ما يمكن ان يسمى بالتشدد ايوة واخد بالك ان انا عندي بنت يعني البنت غير الولد لكن لابد من وجود سلطة ابوية دي مسألة يعني ما فيهاش منقشة وإيه اللي تبقى الدنيا بلح خلاص يا شو بنت مقبت مع الجيل بسرعة لازم لازم انا من الجيل ايوة وإيه اللي ابقى انا متخلف طب حضرتك يا جعب زي ما بقولك كده انه ايه زي ما بقولك زي ما بقولك زي ما بقولك زي ما بقولك كلمة واحدة انا جات في ودني زي ما بقولك لا مش زي ما بقولك زي ما بقولك كده زي ما بقولك كده لا لا طول لا في حاجات كده طالعة كتير الحقيقة يعني تمت زيديني علما تعشب شاي ايه تعشب شاي تعشب شاي تعشب شاي مفيش ريح في المعروف تعشب شاي يعني تعالى اشرب شاي تعشب شاي تعشب شاي أيوة شاي بس تعشب شاي اه انا تحب تسمع كلام عزيدك حط له سيدي أوكا وارتيجا بص حضرتك بيقول ايه هنحط له الأغنية اللوى جمال معانا عصر مش معقول نحط أوكا وارتيجا وشاعد اللوى معانا بتتحكوا على فكرة النهاردة دي مسرحية يعني احنا بنعمل حركة كده وفي الاخر من كتر الساسبنز هتعرفوا ان احنا هنكلم ساعد اللوى جمال عبد الباري هل معي ساعد اللوى جمال عبد الباري مدير الانتربول على الخط نجحنا هذه المرة يا فندم أيوة قالوا لا تهزروا باشا لا في عين جمدة قوي في المكالمة دي اعتذروا لساعات اللوى أنا وللمشاهدين مش معقول كل كلمة نقف شوف يا فندم بيقولك يا بني أدمين خدوا بالكم الشياطين دول فودان ولدنا طلعين وكلين نازلين نحن نريدها هلس هلس مش نحن في البرنامج ده حيسمعها دلوقتي يا فندم نحن نريدها هلس هلس نريد خرابا دائما خمرا وبنجو رأس هدفنا شبابا ضائعا بيشكلوا كمان يعني هدفونا شبابا ضائعا نحن نريدها هلس حتى العربي بيكتبوه غلا نريدها خرابا دائما كم اجري قولي كلام الأغنية في حد نايم عندك يا وليد في صورة إنسان عامل غلبان يخش على الأمورة الحيوة يقول لها ما تأثري الفستان خلي الرجل تبان والكتف عريان أصلي مش على المودة يلا خشي الأودة اضرابي شعرك واسبغي اسبغي اسبغي هو انت لسه شفتي حاجة بكرة ما تسمعوا المزيد الأغنية فيها خمرة هنا بيتكلم عليها وهلس وبتاع هنا بقى بيقول إيه وحاجات مستعدة ما انت قلت لي زديني في حاجات بقى دي نوع جديد من الموسيقى اسمه مهرجانات بيتقدم كمان في السينما يعني عملوا حارة شعبية وبتاع وفيها فرح وكده يعملوا الأغاني لمهرجانات دي لسنائي جديد الشباب بيحبوهم جدا وغناء شعبي ده غناء شعبي يعني مش عدوية شوف فاكر عدوية لما طلعوا الحب فوق وحب تحت عملنا في إيه حضرتك تتذكر طبعا قولي أنا يا زماني يعنيد يا أناني حضروا لنا الأغنية بتاعت يا زماني يعنيد يا أناني حلوة في الأول كده حلوة يا زماني كل ما ده بتتحداني يابا 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 كوباية شاي واسجارة وبعديها كاس برندي مشتاقة روح خمارة تعالى تكيف عندي الشيشة معاها مزة ويلا نهز هزة ولا تدرك كده بالعيشة ولو فاي شد الفيشة وبرضو بنفس الإقاعة ونفس الموضوع تسمحي أسكت دقيقة ولا نصت إيه أحداد أسكت نصت إيه أحداد لا ده أنا لو كملت حضرتك هنقف ساعة أحداد لا لا عرامة يعني ده ما شوف حضرتك عرامة يعني فضل سمع هلنا حتة منها مشتاقة روح لخمارة كوباية شاي واسجارة مشتاقة روح خمارة تعالى تكيف عندي عادتنا ع السطوح وتعالى مفيش رجوع والشيشة معاها مزة ويلا نهز هزة بس يا ابني حسن اللي جاي مصيبة هيجيب لنا سكت قلبي أه أس اللي جاي بعد كده بيقول حشيش وقفين وحاجات كده في الأمنية لا كفاية كفاية عايز نقف نعمل أستاذ موفيد عايز نقف دقيقة أحداد نقف دقيقة أحداد على مين على اللغة ولا على الموسيقى ولا على الأغنية ولا على مين على الزمن اللي بيسمعنا ده لأنه يعني أنا لما بقولك زيديني افتكرت زيديني عشقا اللي بيغنيها كارزن السهل زيديني أنا يعني وبعدين افتكرت المناقشات الجميلة بين عبد الحليم حافز ونزار قباني وهو في دبي من أجل أنه هو عبد الحليم مش مبسوط من وكلاب وجنود في القصيدة في القصيدة قال له قال لنزار قباني ايو ابحيم حافز قال لنزار قباني قال لي يا أستاذ نزار أنا معرفش غني ده لمجرد أنه قال كلاب وجنود فنزار قباني قال له اللي تحس بيه هو اللي تقوله فأنا متراجع عن الكلمة وكان ده نزار قباني نعم وكان نزار قباني وكان وبيغنوا شعر وبعدين صعبان علي أقولك كان والحب زي ما كان واكتر ما كلزوم ياللي كان يشجيك أنيني يعني شوفي قد إيه العزوبة في زمن العزوبة العقيقي بس الولاد دلوقتي بيتحكوا علينا لو احنا قلنا كده يعني أنا خدت بالي من عبارة بيقولها حد في أحد المترسلات البنت بتقول للراجل وهو بيقولها على حاجة في زمن جيلي فقيت له يا 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 دي قديم قوي ايوة لا هذا حد تكفى بها دي قديم ايه معنى ده لا انت قديم قوي ايه معنى ده معنى الشباب هنا في البتاع بيقولول انت قديم قوي ايه معنى لا على فكرة هم بيعتبروها انه ده كلام لطيب يعني أنا بقى ها انتوا بتكلمون يعني عايزة قلهم تتكلموني ازاي كده ايه ده بس خايفة قباني ان انا مش عارفة اللغة لا 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 ايه يا دكتورة انت قديم قوي اه فاحنا قدام الاصالة يا دكتورة معنى لو قلنا يشجيك قانيني دلوقتي اتحكوا علينا لا اما لا اقول ايه انت عارفة ان الحب النهاردة كل الرعشة الجميلة كل الابتسامة العزبة كل تشابك الاصابع كل بربشة الشفاء تحولت لايه لا اس ام اس ايه ايه هشوفك امتى ايه مفيش على طول عمليين ايه ايه زمان كاننا بنكتب رسائل بقى بقى دينا بقى ونحطها في البصة ونبعثها ونبديها للمكواجي للمكواجي ايه ونجيب حاجة كده وراء ازرق ونقفلها يعني كان زمنا ايه كان زمنا بس هالزمن ده فيه مميزات قربة الناس ما نقدر اقولك برضو من ناحية تانية يا فندم ان الاسم اس دي والموبايل والتليفون والرسائل والانترنت قربتنا من العالم كله ومن بعض وبقىنا قادرين نتواصل بشكل يعني لحظي شوفي مما لا شك فيه انه عملت فعلا التكنولوجيا عملت نألة خطيرة في حياتنا لكن مما لا شك فيه انها ازتنا ازية لا حدود لها ازتنا ازية في معنويتنا ده اللي انا عايز اقوله بقى انا بلح عجباته عجباته انا الحلقة دي اعمال لي فيه قموس المصر الجديد والنبي يا دكتور طلعهولي فيه كده حاجة اسمها القموس المصر الجديد على تعشان نقوله للأستاذ اه اصد فيه حاجات لطيفة يعني هنفاجأك به حددتك مسميها شبكات التنصل الاجتماعي اه 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 ده صحيح ده صحيح ده صحيح يعني اصدت ايه بالتنصل الاجتماعي السفلات اللي بتطلع على الفيسبوك الشتائم اللي بتطلع الفابركات اللي بتحصر الفوتوشوب الهزيل اللي بيحصر انتي عارفة انا لا اكتب اي ستيتمنت الا ما يتعلق بالبرنامج المتواضع اللي انا بقدمه في دريم فقط ولا اكتب شيئا طالما انه بيطلع لمقال بتطلع سماعي بيطلع ارائي بيطلع افكاري انه ما بكتبش حاجة ابدا بشكل شخصي عشان يعني ما دخلش في متاهات لاني ما شوف متاهات وشتائم واشياء ما انزل الله لهم من سلطان وعشان كده انا بحس انه شبكة تنص الاجتماعي مش شبكة تواصل الاجتماعي هو الشيء الغريب ان الشبكة التواصل الاجتماعي دي والفيسبوك وكل ده موجود في العالم كله لكن درجة استخدام الانتقام الاجتماعي والغل والشتائم في العالم العربي اضعف في العالم كله اه طبعا بس انا عايز اقولك بالنسبة للموضوع ده بقى فكك منه اه فكك منه فكك منه فكك منه انا نسيبك منه ايوا فاني فكك من جماعة دول بقى بطول فكك من الناس دي وخلينا ايه بقى اه وعرفت الحوار ده فكك من الحوار ده اه فكك اه فكك منه لا فكك من الحوار يعني مثلا احنا داخلين نطلب عصير اه فالراجل وقفنا شوية وما بدناش حاجة فاقولك فكك من الحوار ده بقى ويلا نمشي يعني اي حاجة اي حاجة الناس بينها وبين بعضها بقت حوار الحوارات دي بقى ويقولك بقى الحوارات دي يعني الراجل يعني تحول لكلمة حوار ايوا 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 يا فندم يا محاور عند بتاع العصير اي حاجة بالدنيا اه فكك من الحوار ده يعني الست بتقول الراجل الجازمة بتونجعني اقولها فكك من الحوار ده اه يعني يعني فكك من الحوار ده اه يعني يعني نفض انزل من على ودني انزل من على ودني وحنا على هوا ومتشوفنا المالية كيف نستطيع ان احنا نعود الى ما كنا عليه هل يجب نعود ولا هل يجب اننا نتطور بس بشكل في حضارة شكل حضاري انا لما بقول نعود نعود للأدب يعني انا مثلا لما حضرتك في حد سامع اصلي فيه واحدة بتشغل معي كل حلقة حد يقول الكلام والنبي سامع ولا مسامع يعني انا مثلا لما اكون قاعد في الغرفة اللي انتو بتستنوا فيها الضيوف وانتو تدخلي انا اقوم تعيي وتعيي لتاريخك وتعيي لشغلك لما يجي لما يجي الولاد لما يجي الولاد الشبان اللي بتعاملوا معاك لازم اقوم وسلم يعني عمري ما بقى بس حضرتك بقى لما بدخل عليهم نعم انا دخلة بقى عليهم قدت الاجتماعات بتاعتنا بتاعت قدت التحرير بتاعتنا نعم لما بدخل عليهم اهلا يا دكتور ازايك حتى ما بيهونش عليهم يعملوا كده انا ليه هو شباب الزمان ده كده احنا قدام يا فندم احنا مؤدبين لا بس وليد بصراحة اخلاق سلم عليهم لا يعني لطيف اه كلهم دلوقتي بيدفعوا نفسهم اتفدل يا فندم اه احنا قدام يا فندم انا بقولك معلش حتى لو كنا قدام فما ابتكر انه فيه طريقة اه لابد تبقى في المنهج عشان كده انا لما شفت انه فيه مؤتمر بحوار اقتصادي اللي انت بنته اخبار اليوم انا بطالب اذا سمحت من منبرك ده اي بانه بقى فيه مؤتمر نفسي اجتماعي لعلوم الانسانيات اعلامي بقى احط كمان لا اعلامي لوحده اه انا بقول انه ده اه يعني يبقى مؤتمر اجتماعي نفسي فيه علماء النفس فيه سازة الفلسفة وفيه علماء الاجتماع انا بعتقد انه ما حصلتش في حياتنا مش لهذا الاجتماع انهيار انهيار ويزعلوا مننا الشباب بس احنا في حالة انهيار انهيار لغوي انهيار لابد من دراسة اسباب التدني يعني انا كنت اتصور اني اسمع اي حاجة في الاغاني احنا في زماننا كان سازة عدوية طلع وقال حبه فوقه حبه تحته ودي الواد لابو وحوشي الواد شيل الواد من الارض وكان المثقفين في مصر ايه ده وبتاعه عمله عليه دلوقتي عدوية بقى كلاسيكيات نعم فالنهار ده يعني وفعلا بقى الفن الشعب بتاع عدوية حاجة ومستوى يعني احنا كلنا بنقعد ومنغني ومنستمتع به انا يعني سقولك انه نجيب محفوظ اه وصف غناء عدوية بانه غناء الحارة المصرية حقيق ما هو انما انتي جيتي لزمن ايه بقى الحشيش ومخدرات واسفاف يعني احنا كنا بقول اسفاف ده مش اسفاف ده حديك قولي وصف بالكلام ده غير نبلح دكتور هالة يعني انا في يوم من الايام الزميلة العزيزة ليلة رستم ايوة استاذتنا كلنا قلت لأحمد رمزي اه ايه في القميز ايه في القميز دي وبعدين هو شرح فقالت ياختي عليه ايه وكانت حدوتة في حياة الناس في مصر ايه ياختي عليه ايه انا يعني تسخيالي وصل الحدود طب عندكم بالصوت اه وصل الحدود ونه ابراهيم وحمد قديل وسلوح جازي اماني ناشط وسيد ايادة اماني ناشط اماني ناشط طبعا ومحمد سالم امت مستوى وصلاح زاكي وصوهير الاتريبي الله وكوسر هيكل هؤلاء هم نجوم الستنيات في التلفزيون المصري ومفيد فوز يا حبيب يا حبيب وكنت واحدة كانت رقية رقية ومازالت يعني ربنا نجياس صحة فيما نتعلق بالورد الحقيقة انا عايز اقول لكم ان انا الحوار ده اتفرقت عليه طبعا لان انا بالنسبة لي مثلي الاعلى في الحياة ليلة رستو نعم وكانت استاذة ورقية وكانت تتحدث الفرنسية والانجليزية بتلقى ودراستها في مدارس رهبات ولكنها اتقنت العربية وكانت لا تتحدث الا اللغة العربية نعم وحاول التحسين وحاول حاولت كل كبار المثقفين واستاذ مفيد كنت بتشتغل معها نعم كان نجمك المفادل نعم كان البرنامج اسمه نجمك المفادل كان اشهر البرنامج الاشهر في مصر نعم وهي كانت الاشهر نعم واستاذ التلفزيون نعم ومع ذلك كانت صارمة جدا ويوم قالت لحمد رامزي ايه في الاميس لانه فتحه كده والسلسلة بينه وقالت يا اختي علي الدنيا قامت معالش يعني عايز اقول ان ده كان اخطر ما يمكن ان يقال في ذلك الوقت مقارنة بما تحدث او حدث بين ضيطين حين ترشق بالمية ايوه في التلفزيون في التلفزيون اه راموا بعض بالمية وضربوا بعض لا وفي شتائم وفي كمان شتائم وشالوا الكراسي وضربوا بعض بيه يعني يعني عايز اقول لي ان انت عايزت تدني الخلقي شوف انت ذكرتي لما جات سيرة ليلى رستم ذكرتي كلمة لم تسقط من اعتباري ابدا قلت الرقي اه طبعا انا اللي بقوله انا اللي بطلبه ان نعود من مرحلة البلح الى مرحلة الرقي لان استمرارنا في مرحلة البلح سيطيح بكل شيء سيطيح بالتعليم سيطيح بالثقافة سيطيح بالتربية هنبقى كلنا بلح يعني انا انصح ان انتوا فعلا عشان ما نبقاش كلنا بلح انه تشاهدوا الحوار ده واي حد مهتم بالاعلام لان فيه عملاقين بيعملوا الحوار ده انا شخصين كنت بتفرج على الحوار ده واعرفش حك فاكر ولا لا نعم بعدت للأستاذ موفيد تمام ميسج قلت له يعني انا مش ادرة اقولك ان يعني اعدى مظهورة نعم كل كلمة كل سؤال حاجة بتسأله نعم وكل اجابة هي بتقولها التدرس نعم يعني فيه ست شخصية ثقافة يعني ياريت كلمتين كمان يعني الثقافة والتحليل بس هيسأل علي تسأل علي وكان يعني كنتم افكر في الحكاية دي لما سمعت انهم بيهدوا الفيلات في جاردن سيتي نعم وقبلها سمعت منة موزيعات لبرده رائدين اللي بيطلعوا podre يلا يخطوا فينا قوي لاللاقة على الإعلام بيهدوا اللي هو اسكندرية كان نعم اسكندرية ذي زينها نتعرفين كم أحلى من كان صوت يعني كانش في هالزمن حاجه أحلى من اسكندرية نوسى مواروس البحري الأبيض في المطة بسط آخر فيلات بتتهدى عشان تطلع امارات تنونية عشرين دور والتلاتين دور وطبعا تحجي بالبحر عن أي حد بعد كده ليلة رستم كانت مؤسسة نعم مؤسسة إعلامية تسير على خدمين وعقل وفكر وثقافة يعني مدهشة هي هنا قالت سطر كده نعم المزيعات اللي بتلاها عملها في التلفزيون وبيشخوتوا في الناس المزيعات والمزيعين يعني نعم ويعودوا هو الحقيقة أنا ما عملش كده لما بتيجي سير الداعش أو الإخوان أنا ما حرفش لكن يا فانم نتكلم في الإعلام بقى أنا عايز أسألك لماذا الشخط للمزيعين في التلفزيون حضرتك اللي تقولي أنا عايز أتساءل يعني أنا يعني أشخط ليه في حد يعني يعني أستنى أنا بتكلم مش عاوز أقلت حد محدد لأن انت عارفة في حالات أمس هفتكر دي تعبير قديم جدا أيوة ده يقولي يا مأموس أنا مش عايز حاجة يتقمس مني مفيد فوزي قال عليك أنا مش عايز حاجة يتقمس بس عليك احنا ابتدينينا في الكلام قولنا مش هتعمل حسابات ما ليش بس أنا من جيل ما زال غاية النهاردة ما بحطتش رجل على رجل قدامك ناس كبار أنا مقدرش أحط رجل على رجل قدام عبد العديس حجازي أيوة ولا قدام بطرس غالي أيوة في الوقت يعني لغة الجسم فيها لغة احترام نعم هو فيه طبعا يعني مدارس أنا معرفش الشخط هو شوف قعد إزاي الأستاذ صح مع أنها زميلة عمر أيوة يعني أملك قعد أي طريق لعاد لكن مش عارف هل هي جينات جيل هل الاحترام جينات جيل هل الرقي في الستات جينات جيل ربما مش عارف انت شايف أن الستات الزمن ده نعم يفتقدنا إلى الرقي نعم توصفهم بيه والشخط عندهم أساس والتغيير المود بأسرع مما تتخيلي السبات المفعالي نادر والمود يتغير بطريقة رهيبة وما أقدرش أبدا أهمل عنصر الضغط في الحياة يعني أكيد الضغط في الحياة بيخلف هذه الأشياء مع حضرتك فيه توازي نعم يعني انهيار الكلمة والناس اللي بتتكلم على المخدرات والحشيش وبيقول أنا هو ده اللي عايش به وهذا هو الأسطوب الوحيد أنا عايز أضيع أنا عايز ونحن نريدوها هلس قالها كده المستوى ده فيه مستوى موازي ليه اللي هو التأسلم والزوابان في غيبوبة نعم الدين يعني تباين المصطنع اللي بأصبحت عبارة عن تقوس مبارح كنا بنعرض واحد وعملين مرلعين نار من الدواعش وبيقطعوا الفاسبورتات نعم بتاعتهم شفتها يعني شيء الحقيقة يعني بيمسحوا تماما تاريخهم الإنساني وبيحولوا نفسهم إلى حشرات ماشية في الكوكب نعم الحقيقة بيتواجه معا خط تالت يا فندم الإفراز الثقافي والفني في لغة يعني زمان يا فندم هايكوة رئيس تحرير نعم احنا كنا مقدر نحط عنوان باللغة العامية لا يمكن اه انما هايك ممكن تلاقي عنوان بيقول فيه توزف الوزير الفلاني نعم انا اعتذرت تمام تسطر اه في المقال بتاعه هشتني يا جزمة ايوة تمام حضرتك اعتذرت وعلى فكرة احد الاشياء اللي تخلينا اكتبه اه وانا مش خجلان اوي اه انه سمعته الملايين اه في المسلسل اه طبعا اه طبعا مش عيزة جدال اه طبعا وحضرتك قرنت وقلت يعني احنا المدارس في موسكو نعم الحضانة بيبقى في ناس واخده دكتوراه اه دكتور في الحضانة في مصر اي حد اي حد بيشتغل اي حد ماشي في الشارع بيشتغل في الحضانة اه يعني يعني مجرد ست موظفة تيجي المدرس في الحضانة وتشوف بقى لها من العيال وبتاعه ويمكن تخش كمان فصلة تقول كلمتين لا يعني طبعا ترديد فكرة ان التعليم في مصر يحتاج الى معرفش ايه ارفت منه والله اليك حق انت عارفة دكتور هالة اي ال 20 سنة اللي قبضتهم في حديث المدينة دست فيهم ارض المجتمع وبدأت من ساعة السلعوة اللي بتجري ورا الاطفال لغاية حوارات حبيب العدلي قبل الثورة وانا اشتغلت فترة بعد كده في زمن الاخوان وكانت التليفزيون بالنسبة لي عمليات لسع وكي لتصرفات كتير لانه انا كنت بشوف انه مرسي او الدكتور محمد مرسي هو وده الفرق بينه عم فتاح السيسي عم فتاح السيسي عم فتاح السيسي رجل جاء يعفر قناة من اجل رخاء المصريين محمد مرسي طبعا السيسي وطني مصري محمد مرسي تاجر بدون جنسية يبيع القناة لقطر من اجل خراب حياة المصريين عشان كده انا بقول الشباب الاخوان اللي بيعملوا مظاهرات واللي بينزلوا في الشوارع لو قعدوا دقائق بس للتأمل لكن الحقيقة انهم بيقضوا فلوس صحيح هي دي الحقيقة ولذلك ولذلك ولا مبادئ ولا تدايب ولذلك انت لما تقضي على البطالة ستزوب اشياء كثيرة في هذا المجتمع البطالة هي السبب البطالة البطالة دي وراء الهجرة الشرعية الغير الشرعية فانت ناس بتموت على سواحل اوروبا لانها مش لقية شغل طيب احنا نرجع بقى للإعلام نعم وحنرجع برضو العبد الحليم حافظ نعم لكن الإعلام نتوقف عنده حقيقة بتشعر ايه وانت بتشوف الشاشات العديدة الفضائية والخاصة والحكومية شوفي ملاحظاتي اي انت شايف الإعلام شكله ايه في عدة اقولك ملاحظاتي نمر واحد مما لا شك فيه ان الإعلام كاشف لعورات المجتمع كثيرة في المجتمع اتنين اشعر انه كل فتفوتة صغيرة في الحياة المصرية تتحول الى ايتم كامل في كل المحطات فالناس حتى تزهل تلاتة مسألة انه تختمي اليوم زمان كان بفيه ابتسام زمان كان فيه في التلفزيون تخيالي يطلع صوت يقول شعر ايه بالليل قبل ما ننام ايه وصح واللي يقوله محمد علوان ايه ايه احد الاصوات الجميلة الرائعة ايه وحكمة الشربيني وحكمة الشربيني ايه ايه شوفي قد ايه كان قبل ما ننام اخر حاجة في التلفزيون شعر على مزيكة وموسيقى نعمة ومناظر طبيعية رائعة دلوقتي صوات دلوقتي صوات وصريخ صوات وصريخ وكل ما الصوات يزيد اه وكل الصريخ ما يزيد اه كل ما ده يسمونه نجاح اه وهو ده المأساة اه طب ومين ابو اردان بقى والهايف حالك في قلت فيه موزيع هيف وموزيع ابو اردان عشان كده انا بقول لك انهم الامس 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 مش عايز تقولهم همممي بس هم معارفين اه الامس مين الموزيع الهايف ومين ابو اردان عند موزيع فوزي احنا ممكن نتخيل احنا لازم بقى ننتقل للزمن الجميل واحنا اول يوم انت قابلت فيه عبدالحليم حافظ كان في بيت احسان عبد القدوس في روز اليوسف في روز اليوسف نعم وعند احسان عبد القدوس اه اه يعني هو كان بيكتب اي اه لا تطفئ الشمس اي وانا شفت هذا الولد قاعد على بعد ست سبعة تمطار مين الولد ما عرفوش اه ما عرفوش ولد ما تعرفه اه وانا منتظر اشوف احسان عبد القدوس اه ولا المعين ولا بشتغل ولا اي حاجة اه انما رايح حشان اتمرن اه فاتعرفنا ببعض اه انت مين انا مفيد فوزي انت بتشغل هنا لا ياريت ياريت اه وانت مين انا عبد الحليم على اسماعيل عبد الحليم على اسماعيل بي قلته كده مكنش لسا مكنش لسا دخل اه مكنش لسا دخل عبد الحليم حافز خالص محمه الله قلت له انت جاي ليا قال لي علشان خطر يسمعني الأستاذ قالت له انت بتغني قال لي اه قلت له مين اللي بعتك قال الأستاذ فومين لبيد اه انا عايز اقولك نقطة هنا مهمة جدا ترهالة هي فكرة وجود المكتشفين العظام أنا أحد اكتشافات حسن فؤاد رئيس تحرير روزا اليوسف لا حسن فؤاد كان في يوم من الأيام هو فنان تشكيلي عظيم لكن بقى الرئيس تعرير صباح الخير بعد كده صباح الخير مش روزا اليوسف أنا أحد اكتشافات كامل الشناوي في اللغة في الإسلوب أنا قال لي مصطفى أمين في يوم من الأيام لما اشتغلت وقدرت أقف على حيلي قال لي ها أنت تنجح بالتأسيط وهي عبارة لا تذهب من رأسي أبدا تنجح بالتأسيط يعني إيه يعني إيه يعني إيجي منك يعني لا 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 إفردني عملت برنامج وعمل دوي إهدى بعده إهدى شوية نصيحة حلوة وكمان إنما ما تتربش طلقات ورا بعضها وبعدين أنا كمان من البشر اللي عندي إيمان إن الدنيا لما تزهزة أخاف منها دي مورسات بقى أيوة مورسات داخلية يعني يتفاعل معها البشر ده بقى إيه ده عمق الحياة ده على رأي مصطفى الفئي ده رحيق الزمن وده تقل الدنيا وتقل حكمة الزمن ليه قلت إنه مصطفى الفئي من أسعب بالحوارات اللي أنت أجرتها في حياتك أولا مصطفى الفئي مفكر موسوعي جدا وأنا أعتقد إنه بينطبق عليه تعبير مفكر ليه؟ لأن تعبير مفكر ده كتير قوي يعني يشغلني وأنا أذكر إن عادل حمودة كتب قريب مستغرب قوي من الأستاذ أستاذنا جميعا محمد حسنين هيكل وصف أحد الشخصيات إنه مفكر وقال قل لي أو قلولي هنا اللي الشخص اللي طلب إنه هو اللي وصف إنه مفكر هو الأخ الأستاذ الدكتور مصطفى هفتكر اسمه ويزعل طبعا جدا وصفه بأنه مفكر أستاذ هيكل لكن أنا بعتقد إنه وصف أستاذ هيكل فيه شكل من أشكال المجاملة أنك لازم توقفي هو المفكر ده مين هل المفكر ده فليسوف؟ هل هو المشتغل بالعلوم النفس؟ هل المشتغل بالعلوم الاجتماع؟ هل أقدر أقول إنه مصطفى سويف العظيم مفكر؟ هل أقدر أقول إنه زكي نجيب محمود كان مفكرا؟ يعني ده المعنى اللي أنا كنت عايزة أوصل إليه كان إيه سواء لي؟ مصطفى الفئي آه الفئي مصطفى الفئي أنت ترى أنه هو مفكر آه آه أرى أنه مصطفى الفئي مفكر وبعدين آه موسوعي آه ولديه معلومات كثيرة آه أخطر ما في التحاور مع مصطفى الفئي هو لم المعلومات آه آه ده بقى في علم ما يسمى بالإعداد آه من غير يعني ما أقول أسماء برضو بأسمع أربع تسطر آه من كلامه آه مهم كده ليه؟ من جذبتش آه ما اتخذتش آه وقفنيش آه ما فيش عبارة آه 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 الجملة الحلوة ما قادت في حياتنا الصحفية ما حدرتك كمان علشان عندك هذه القدرة الرائعة لأنك يعني أنت أنا وحد من الناس أنا وصفتك بالتلغرافات المستحيلة أنا وحد من الناس الكتابة الموجازة آه 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 في جملة قصيرة جدا وإقاعات سريعة يعني وديش حتى حضرتك حضرتك الطريقة بتتكلم بيها أنا في الصحافة يا هيلة استكبتوا زي ما بيقولوا في المزيكة آه لكن أنا في الصحافة يا هيلة من مدرسة الجملة القصيرة آه آه في التلفزيون آه أنا مؤمن جدا أن الإقاع السريع صح على الهواء آه 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 طب إحنا هنرجع بقا انت هّن للحفاصل ونرجع الى عبد الحليم حافظ، وبليغ، وصعاد حسني وعملاء وؤاملاء وvalues، وي إحم young مالاء وآة zone ه질�KA آمناء زاكي Ebola ut مش عن رئيس مباحث سهاج ده انت بتتكلمي عن مدير الانتربول اللي بيجيب الناس من قفاها من العالم راح فين؟ اختفى فين؟ في مشكلة قنية في المدينة بحلقة؟ ولا يعني في المدينة بحلقة؟ بقولك في مشكلة قنية حضرتك فاكر المشكلة قنية بتاعة وزارة الكهرباء اللي قالك حصل عطل؟ الراجل شد المفتاح؟ المفتاح ايه؟ انا رأيه طبعا ده مش صحيح نعم مش صحيح امال ايه؟ اكيد الكهرباء دي امال ايه؟ لا 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 ما اعرف امال ايه؟ اكيد حاجة اكيد فعل 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 اه اه ليه؟ فعل فعل من مجموعات احنا عارفينها بعينها اللي ما لما تقولي ودخلت وتسربت بشكل تسرطاني نعم فيه واخوانت بعض الوزارات في الشقوق ايوة في الشقوق حضرتك بيقولك التنظيم العالمي نعم قال قراء العداد ياخدوا المحصلين نعم بتوع الكهرباء نعم حطوا الافات عشرات الالافات مرشي حتى عشرات الالافات في وصلت الكهرباء نعم عشان ايه؟ قالوا علشان يختلطوا بالجماهير ويخشوا كل بيت ويكلموا رب الاسرة وست الاسرة ويكلموا الناس ويدخلوا في دمخهم اللي هم عايزين يدخلوا ده صحيح فما فيش بقى عطل ولا مفتاح ولا بتاع بس احنا عندنا هنا عطل في المفتاح عطل عندنا هذه اخرت المعايبة نطلع فاصل ونرجع لكم تاني ونتحدث مع صاحب مفاتيح خزانة زمن العمالقة ويعني ندلف الى هذه الخزانة الرائعة ربما اجيال الشباب اللي بيقولوا بلح النهاردة ما عاشوش زمن عبدالحليم شافوهم على الشاشات شافوهم في الافلام لكن ما عرفوش مين الناس دي حضرتك قبلت عبدالحليم من اول يوم قبل ما يبقى عبدالحليم خاص انا هفتح الخزانة بس في حاجة وقفة هنا فزوري اتفد تسمحيي دي اطلحها اتفد لي فاني الرئيس السيسي قال عبارة غاية في الخطورة غاية في الخطورة من زاوية ايه من زاوية استقبال الناس لها قال ان ما فيش مشكلة ابدا اسمها كسافة سكنية ايوه واحنا عندنا 90 مليون ودخلين عدى 100 مليون وقال قال انه كسافات السكنية ديت من الممكن بادارة تشغيلها او الاستفادة منها من الممكن ما تبقاش تبقى فروة بشرية بشرية تتحول لصروة بشرية انا بقول ان ده هيعمل عملية تزريب عيال ضعف 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 الموجود وهتبقى مصيبة وهقولك انه مصر ستمارس اجمل رياضة تزريب عيال اجمل رياضة بتحصل ايوه في حقيات مصر هي النوم والعيال النوم وانتفاق البطون النوم والحمل سقي تماما انه بعد هذا التصريح هيحصل كده ليه؟ عشان كده يعني انت بتلوم الرئيس السيسي عليه؟ اه انا قلوم ليه؟ انا ليه بقى؟ لانه الكسافة السكنية في هذا الوقت بتخليكي انت مش عارفة مستقبل طفل ما كان في المدرسة وفي الشارع وفي النادي وفي الاكل وفي اللبس وفي الكهربة وفي الميا وفي التعليم يعني من بعد ما احنا بنحاول ان احنا نقفل هذا الباب ونخلينا متحضرين ده في الصين يا دكتور هالة في راجل اسمه الانفورمر ايوا ده بي الانفورمر ده بيبلغ بيبلغ الاسرة عندها اكتر من عيالين اكتر من اتنين يبلغ ان الست دي حامل اه وتحاكم تحاكم امال امال تحاكم يحاكم الرجل وقد حكم الانسان اللي بيعمل الماسترو بتاع الصين اللي بيعمل لهم عشياء في الالومبياد ايو ودفع مبالغ كبيرة عشان مراته خلفت عيلك اه يعني في شوفي طول عمري بس ده تدخل في الحرية الانسانية يا فند لا طول عمري طول عمري اقول طول عمري اقول يا فند بدي نقطة وجهة اخر لازم لازم يبقى عندنا درجة حسم بلا حدود ايو يا فند بس ما قدرش اندخل في حياة الناس لكن لكن هو يمكن بيقصد وسمح لي اقول رئيس سي سي بي قصد ايه انه هناك دول زي الصين عملت كنترول صحيح لكن لكن عدد اكبر عدد الناس في العالم طبعا مليارات والهند نعم بليار نعم بس دول تحولوا في الهند طبعا فيه فقر نعم ومع ذلك من اقوى الدول من اقوى الدول في العالم فيه معدل تنمية رهيب نعم ومن اغنى واقوى الدول وبتعمل خنبلة ده نووية اه واصبحت في البرمنجيات حاجة يعني مزهلة فتصبح دولة منتجة البشر دول جزء من الثورة جزء من رأس المال مش كل حاجة فلوس انت عندك الامل ده انا بخاف وبخاف من طريق التنفيذ لانك انت من دولة بتحارب الكسافة السكانية وبتطلب من الناس انهم يتحضروا ولدين فاكثر وبالعكس اللي ولدين ياخد نوع من المزايا اللي اكتر تنسعب منه المزايا علشان خاطر على قدنا ايه الناس البسطاء هيفهموا كلام الرئيس فهم خاطئ اه اه دي وجهة النظر اللي انا بعترض عليها تفضلي كنت بتسأليني نرجع بقى لعبد الحليم بتسأليني عن عبد الحليم عبد الحليم من هو عبد الحليم عبد الحليم هو صاحب أرق نبرة عربية على الإطلاق عبد الحليم الصوت المغرد الحقيقي العزم حرام يختصر عبد الحليم في قصة جوازه من سعاد حسني عرام وإحنا بنايبما نختصر الناس ده أنا شفت الممثلة اسمها زينة في فيلم اسمه بنتين من مصر عجبتني عجبني تمثيلها حرام تختصر في قصة أحمد عز حرام يعني معرفش ليه عندنا رغبة غريبة في إننا نختصر الناس في حدود الشخصية يعني وحاجات كمان بتبقى مختلقة وخيال تماما خيال مين بقى عبد الحليم عبد الحليم ده عبد الحليم ده هو أشهر شوفي أشهر مريض أشهر مريض في مصر صار لسانا للرومانسية غير المسبوقة وكان لديه التزوق يعني يعني من أصلك أن تختصر حياة إنسان في بضع دقائق صعب لا لا إنما أنا بقول لك عبارة عنه إنك يا عبد الحليم حافظ أنت أهدتنا كم عظيم من الإحساس أنا وإنتي وناس كتير جدا حبوا على عبد الحليم طبعا يعني إحنا تفطمنا على صوت عبد الحليم حافظ فحسناه وفي زمنه كان هناك أيضا نوع من التنافس نجات كانت تنافسه طيزة أحمد أمال طيزة أحمد ووردة منافسة منافسة قيمة مقترمة من أصوات نسائية وصوت رجال طبعا ومع ذلك كانت تقريبا على إيه على الكلمة الكلمة الحلوة كان هناك رجل اسمه مرسي جميل عزيز كان هو صاحب البستان الحقيقي للكلمات التي ليست من بينها بلح يعني شيء شيء راقي يعني بس بس حتى برضو كان يعتبر عبد الحليم متمرد لأنه لو شفنا مراحل الغنائية عبد الحليم كان من أول مرحلة من أول ما ألسى فيني مرة كان فيه تمرد وبعدين وصل لغاية قراءة الفنجان طبعا عنده تزوق للكلمة أنت لما تيجي تحليلي عبد الحليم حافظ صوت متواضع وزهن زجي وعلاقات اجتماعية عريضة وتزوق جمالي بس هادي عبد الحليم حافظ مش ممكن يكون الأستاذ العظيم محمد عبد الوهاب اللي أنا أحيانا أدور عليه في الإزعاعات ما بقلهوش طبعا أعمل إيه بستخدم التكنولوجيا بفلاشة أسجل عليها عبد الوهاب القديم واسمحها الوحدي أحيانا الشغالة مين دابي مين دا؟ ما تعرفش مين اللي بيغني دا؟ فانا قولها علي برعي تقولها علي برعي ويتحول محمد عبد الوهاب إلى علي برعي شوف العظيم دا الأيقونة العقيقية وكان لازم يعطي السك والخط لكل موهبة جديدة حضرتك تبعي وكل اللي قال دو يا ها وقعوا فيما عاد عبد الحليم هو الذي نجح في زمن عبد الوهاب اللي قلده اللي هو عاد المأمون اللي قلده عبد الوهاب كل دول وقعوا فيما عاد عبد الحليم الذي كان أيقونة زمانه حديثك كان في خلاف بينك وبين عبد الحليم في يوم من الأيام؟ نعم ايه؟ نعم انا كنت فاكر أنه يعني كنت عند الحلاء وجت سيرة عبد الحليم على أنه حد من داخل كازينو الأمار في فندق كبير بيقول أنه عبد الحليم كان قاعد مستني أحد أصدقائه من الأمراء ونعس ويعني قال له سيد عبد الحليم سيد عبد الحليم وصح قوم فالحلاء اللي أنا عنده قال للشخص اللي بيحكي قال له أستاذ مفيد موجود هنا فتوقف عن الكلام فأنا قلت له أنا يعني عايز أعرف أنت إيه اللي بيوديك مع أصدقائك وتستناهم أنا عارف طبعا أنك أنت ممنوع تدخل جوه لأنك أنت مصري إنما هما الباسبور يدخلهم جوه فقال لي أنا ما حدش يبقى الوصايا علي ترقوكي وسمط أربعة أشهر كاملة تماما لم يقبل النصيحة تماما عنيد يعني يعتبر أني دي إهانة لي إلى أن دخل الإزاعة أنا وأنا داخل الإزاعة رايح عند سيدة الإزاعة الكبيرة التي لعليها علي أفضال كثيرة وأعتقد أنها أحد الناس اللي أدمني للحياة منذ أن يعني راقت لها فزورة في يوم الأيام السيدة أمال فهي دائما نتكلم عنها باحترام وقصتكم مع الفوزير هي طبعا قصة طويلة وأيضا السيدة الجميلة العظيمة ربنا يبعد عنها أي شر وأي مرض التي اختارتني أيضا للتلفزيون السيدة سامية الصادق على فكرة دكتور هالة فيه حاجة مهمة لازم توقف وقولك أن أنا أنا وانتك أيضا من جيل اعتراف الآخرين بالفضل علينا طبعا الذي طبعا في زمن مفيش حد يعترف بفضل حد ويمعتبر نفسه في حد ذاته أيو كيان أيو طبعا لا زمن انتفاخ العقول والكيانات الهشة البسيطة نعم ويكلموك لأنهم عندهم خبرة الحياة نعم فيه واحد من الناس دول من هذا الجيل العظيم اللي هو يعني تقدر تقولي عليه الهزيان الجميل ممكن تسميه الشرود الإيجابي أحمد زكي آه يا سلام الشرود قبل ما نروح للشرود الإيجابي والهزيان الجميل نتوقف قابلت بقى عبد الحليم على سلم التلفزيون آه آه عملني كده آه يا حبيبي شميت البرفام آه أخب عينيك أمان يعني جالك من ورا خب عينيك أخب عينيك أخب شميت برفام جيفينجي آه جيفونسي نعم جيفونسي آه فعالطول عرفت آه فالتفت وخدنا بعضنا بالخط الله آه وزاب الخلاف آه في سواني آه عرف أن كل سوم لما كنت تقول آه والخلاف من يدوب ياخد يومين آه زاب في سواني خلاف من يدوب يومين آه كنت تسألي سؤال تاني آه عبد الحليم وصداقة آه صداقة بقى استمرت سنين سنين آه سنين وهو هو الذي وقف أمام صلاح نصر وقف أمام صلاح نصر الضمال أنا لما اترفت آه رحت معاه عند عبدالل عند صلاح نصر آه وقال له إذا كان مفيد فوزي ده بيعمل شيء ضد الدولة بيعمله ببيتي آه وإذا كان بيكتب منصورات بيكتبها ببيتي آه قال له تكتب اعتراف قال له أكتب فن من الديني ألم آه ده يا هالة يعتبر اسمه الصديق الصديق آه مخافش من صلاح نصر ولا منصبه ساعتها رئيس المخابرات العام ولا ما تقدريش ولا ماين معاين ما تقدريش تقولي اسمه كده زي ما بنتكلم إحنا كده ما كناش نادل نقول سلاح آه أيوة ده كان زمان يا جماعة الناس مفروض ما عارفش تكلمه عبق يعني هو ده تكلمه لا 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 وفي واحد حد سمعنا بسدله لنا في واحد موجود آه ربنا يديله الصحة آه وهو جميل وراقي آه ودايما بنتقابل أحيلا في مصر الجديدة ويعني بسعد بأنه وجود في الدنيا كنا نقول اسمه هامسا لجوانا آه زمان شرف مين زمان شرف زمان شرف آه يعني قد كده كانوا جبابرة آه كان زمنا مخيفا كان زمنا مخيفا يعني أنا أقول اسم سامان شرف يعني أتكلم مع ناس أكون فتح مزيكة آه بيتغني وأقول كلام آه عشان خطر حتى لو التسجيلات شغلها وبرضو تشوش ولو إحنا قاعدين مع ناس ما أتكلمش آه عشان خطر نبقى أبقى في الأمان كان زمن فيه كان زمن معين زمن خوف صعب كان زمن خوف نعم آه أنت عملت حوار مع صلاح نصر لا أمال أمال قلت أنا في حواري مع صلاح نصر بلعت ريئي كذا مر لا 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 ده بيتكلمني آه بيكلمك مش حوار وإن شاء ده أنت اسمك إيه قلت له مفيد فوز غلط آه قال درد جيرس شوفوه لي مونير فوز ده إيه فأنا فأنا قلت له فأنا مفيد فأنا آه بصي نكش وقاعد عبد الحليم حافظ قدامه طب كان بيحقق معك ليه لأنه أنا هو مش بيحق معايا ده هو عبد الحليم خدني لي ليعرف لماذا أوقفوني وقفوك ليه لأنه كتبت مقال آه في ذلك الزمن يعتبر مصيبة آه قلت أنه عبد المهجم أبو النور الله يرحمه كان وزيرا للزراعة وكان في نفس الوقت كدر عنده عبد الناصر قلت أنه هو كان في قرية في صالحجر بالليل جابوا الأمال شتلات الرز ونكتوها في الأرض فبعت لي جواب وأنا نشرت الجواب في صباحة الخير بيقول لي فيها ما معناه يعني أنت ما عندكش فكرة كبيرة بالزراعة فبنقول لك كذا وكذا وكذا فأنا في آخر المقال كتبت قلت الأسبوع القادم أسماء سائقي الاتحاد الاشتراكي الذين نقلوا شتلات الرز وأرقام سياراتهم الأسبوع اللي أنا أقول لك في كلام ده وأفوق دخلت روزل يوسف الراجل قال لي صباح خير أستاذ مفيد تبع نور قال لي ده حضرتك مرفوض أول مرة في حياتي يبقى أسمع كلمة ميم ره فيه واو دال أول مرة في حياتي فمشيت يا هالة مشيت تعالفها مشيت على الأشواج مشيت مشيت على رجلي لغاية الزمادك لغاية ما طلعت وضربت الجرس عند عبد الحليم أيوة روحت عبد الحليم على طول شخص الوحيد الذي ألجأ له طبعا أن كنت متجوز وكانت في أي في حياتي شيء ففتح للباب دخلت وسمعت هو من جوه بيقول مين يا عبد الرحيم قال الأستاذ مفيد إيه اللي جاب الأستاذ مفيد الساعة 11 ونص ونشر الصباح فقام عنيه مليانة نوم ولبس طائية بيضة ولبس جلبية قال لي فيه إيه خير وقلت له لا ما فيش حاجة قال لي لا فيه ده أنت وشك مزرود وقلت له آه وأنا بقول أنا ترفت روحت مرمي في حضنه باكيا فهو طب طب كده عليه وقال لي إيه ولا يهمك هنروح هنروح نشوف إيه الأسباب وارتدى ملابسه بعد نصف ساعة أول مكان روحنا كان مكتب الساعة صلاح نصر أنا لو قعدت عشان أقابل صلاح نصر ده يا هلا كنت أعود أربع سنين وممكن ما تقبلوش وممكن ما قبلوش إنما هو ضرب له تلفون وقال له عايز أفوت عليك قال له فوت كان عبد الحليم حافظ يدخل بيوت هؤلاء العظام من نوافذ أبنائهم الولاد يحبوا عبد الحليم خلاص بما فيهم عبد الناصر بما فيهم عبد الناصر الشروط بقى الشروط الجميل والهزيان الأر أعظم والهزيان الأعظم أحمد زاكي ده تخلق للفن بس أعم لا شيء سوى الفن أحمد زاكي خلق للفن فقط لا شيء سوى الفن حنلجع بعد الفاصل حننتوقع بقى مع أحمد زاكي حوار ونشوف الأستاذ مفيد في حوار اللي أنا وصفته الكلمة تلقى يعني هو ريحه ونفسيا وقال له بتحبه وشوف وهذا الطفل بالعينين اللمعتين وبعدين فاستريح فراح قال له لماذا انفصلتما المباغتة المباغتة الأنيقة الأنيقة بالأدب وأرجوك أنتبليكي شوف أنا وقف إزاي اللي هي البساطة أننا بعدي الناس بأنهم يتلقوني ببساطة وبعدين خد بالك كان من الممكن كان من الممكن تماما أنه يحصل الكلام ده وسط أي حاجة وقد بالك إنما ده اسمه المعادل البصري بالزفت اللي بينقص التلفزيون كثيرا ده اللي كنت بتكلم مع الأستاذ السناء منصور عليه إنه الناس العزام دول كانوا بيروخوا للناس بيخلقوا الجو والمعادل البصري مش إزاعة نعم مش إحنا قاعدين هو عمليين لك وبنحاول ننزل معادل البصري وإحنا بنتكلم بالزبط أنا مصررا نأدي لحضرتك معادل بصري حتى الناس تعرف مفيد فوزي نعم فهو ريح الضيف وبعدين سؤال المباغتة بحيث أن الضيف يتقبله ما يزعلش نعم فالضيف ما ردش وتهرب ورحس وقال له أيوة الغيرة لماذا انتصلتم إذا ما سابوش كانت الفنانة الراحلة هالة فؤاد عايز أقولك أنه أن أنا هنا مش واقف أمارس دور المحاور أنا واقف أمارس صديق جاي يزوره فأنا خلقت حالة الحالة من الصداقة تخليه يبوها ويكلم شوفي هو واقف جنبي قدامي وأنا بتكلم معاه إنما إيه لست وكيلا للنيابة بقدر ما أنا أتحاور معه أتحاور معه يعني بخلق بيني وبينه علاقة سكون مودة عشان أفهم بها كل شيء أي أحمد زاكي وصفته بالشرود الجميل والهديان الأعظم وأنا بقول أنه اسمح لي أوصف جمل الأستاذ مفيد فاوزي يتكلم كأنه يكتب ويكتب كأنه يتكلم والحقيقة عباراته مجازة لقطة للتفاصيل مركبة بالأوصاف المزهلة في الشخصية يعني لما يقول الهزيان الأعظم أحيانا يعني لك أن تتخيلي بشيء من التأمل كيف يمكن أنه عقل زي عقل أحمد بها الدين هذا المستنير العظيم يصد في نهاية الأيام إلى أنه يفقد تماما أي شيء عن الحياة ويضربه الزهايمر كيف تستطيع أن تتأملي عقل أسامة الباز أحد قباطنة السياسة في حياتنا ثم يضربه هذا العدو الزهايمر كيف تتخيلي أنه شخصية من مثقفين الكبار في وداعة مندوح البلتاجي الذي نسي تماما دنيانا إذن في أشياء تحسي أنها كالعاصفة تضرب البشر في الدنيا وأنا بقول دايما باستمرار يعني أنه أعظم شيء الإنسان يبقى هدية من الله أن يحتفظ له حتى ساعاته الأخيرة بذاكرته صحيح نعم أحمد زاكي أحمد زاكي يا تقول هالا شروده أنه أنا وأمال العمدة والعظيمة الفصيحة سناء البيسي الله والفنانة الجميلة أصر الحكيم بنتعش عنده في البيت وبعد العشاء لما نيجي بيودعنا يقول لا ده ننزل معاكم نزل معنا رايح فين رايح يسكن في أوضر في أوتل أيها صح صحيح شيء غريب يعني دلك هو الهزيان الناس الوحدة يا تندم الوحدة أحمد كان وحيد وكان في نهاية كل الشهرة والجماهير والبتاع بيروح بيته بيلاقي نفسه وحيد كان أمه بعيدة عنه ما عاشش حياة الأسرية ما عاشش افتقد الأب وافتقد الأم وعاش حياته زرع كده نبت وحيد نعم فربما دي ممكن حاجة ما يعرفهاش ناس كتير إن أحمد عايز معظم حياته سنين حياته الأخيرة في حجرة في فندق نعم صحيح وعنده بيته وعنده شقاته صحيح بالزبط هو كده تحليلك احكيلي عن أحمد ايه الموقف اللي لا تنسى حصل مع أحمد أو يعني لحظة كانت بالنسبة لك لحظة فريقة شفت حاجة في أحمد ما حدش آخر يقدر يشوفها هو أنا كتبت عنه كلمة آآ لقيته جدا وبعدين آآ في المستشفى آآ أنا رحت عشان خاطر أعتذر له لما عرفته إنه في المستشفى آآ أنا فاكر إن أنا لما كتبت يعني عن نفسي فيها قلت إن أنا زحفته إلى غرفة أحمد زكي من أجل الاعتذار لما رحت له عشان خاطر أعتذر له قال لي الألم مش قادر أتكلم فما قدرتش أكمل الاعتذار وماتة دون أن أعتذر له نعم تركت معليش تركت في نفسي أثر كبير الكلمة كبير قرنته بحد وهو تصوري حضرتك دلوقتي بيعودوا كده على الفيسبوك ويروحوا كدبين الممثلة فلانة الفلانية الأرشانة الكاركوبة الكوهنة اللي مش عارف إيه 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 إنت يا ست أنت ما عندي كيش دم إيه يعني الناس باكتكتب دلوقتي وصحفيين يكتبوا كده مقالات قارنته بحد آه يعني ورايح يتزل زعف زعف زعفت زعفا إلي سعاد حسن سعاد حسن تقولي إنها أمام الكاميرا شيء وفي حياتها شيء آخر شخصتين أنا فكر إن أنا مرة راحت معايا راحت معايا الأردن عشان تقول فوزير للإزاعة فدخل أحد الأشخاص على مدير الإزاعة اللي كان عزمنا سيد محمد الخطيب قال له يا أخي أنت فشار يا أبو مهند تقول عندك سعاد حسني سعاد حسني وين هذه سعاد حسني قدامها وهي قعدة نعم فقال له هذه هذه سعاد حسني فهي راحت توقف كده شيء آخر أيوه شيء آخر ده إيه ده دحوار دحوار معايا أيوه يلا دحوار معايا إحنا بنعتزل الكواليتي مش قوية بس يلا هاني جبتوا ده منين شوفت بقى يا فندم يلا يلا شوف الرئة أه يعني كان بيدخل خشي الآن وتمثيل أول ده كانوا الوقت اللي كان فيه علاقة بينهم نعم ده كانوا الوقت اللي هما نعم اتجوزوا فيه نعم أنت فتح الميكروفون مش كده أه ده الوقت اللي هما كانوا متجاوزين فيه أه سبب الإخفاء الحقيقي للزواج إيه؟ الإخفاق الإخفاء والإخفاق إنه طلبت في لحظة من لحظات خلاص يعني العلانية تعلن اه تعلن يعني فهو رفض ليه؟ آه يعني كان عايز يزاله هو العازب الأبدي رفض ليه عشان الجماهير لا رفض ليه لأنه كان نصيحة الدكتور ياسين عبد الغفار ليه لا تتزوج عشان صحيته لست قادرا على إتمام هذا وهي خلت الأمر برومانسية لا حدودة لها قالت له أبقى تحت رجليك ممرضة قالت له كده؟ نعم نعم فهو رفض الرفض جرح كبريئها فاضطرت أن تذهب حليك قلت إنها كانت شخصية وأنا طبعا أعرف سعادة رحمها الله شخصية في الحياة مختلفة 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 تماما وصف لنا بقى المخلوق اللي قلتلك عليه وأنا بوصف لك حتى ما تعرفاش إنه سعادة إنه هو وهي قاعدة عند الراجل في بيته ومدير الإزاع الأردنية ما حاسش بيها الضيف فقال له وين هذا سعاد فقال له هي قدامك راحت أيمى راحت أيمى سلمت عليه فبصلها في حالة دهشة وهي فعلا لا تبدو كذلك لا تبدو سعاد تماما زوز ومش زوز تماما مخلوق مختلف كل الاختلاف إنما على شاشة أمام الكاميرا اتفضل بص بقى شونا مذهل مذهل حضرتك هي هربت عندك في البيت 28 يوم من عبد الحليم حافظ 6 أيام قعدت هربانا من عبد الحليم لكان بيبعت وراء مخبرين ويدور عليها هي يعني وصل بالحب هذا الرجل طبعا يعني كان بيحبها طبعا إنه يبعت سواء شارع في وسط البلد علشان خاطر يشوف إيه الحكاية بالزبط وآخر الليل يجي له تقرير السواء التقرير إيه التقرير 26 رقم عربية إزاي يعني أرقام عربيات في الشارع فهو يقول لي إيه فلان هناك لأن هي كانت بطروق تقضي وقت يلعبوا كوتشينا مع بعض في بيت مخرج مشهور هو بالبساطة بيت الست زارة العلا أي الله رحمها إستاذ حسن الصيف نعم فهو بيعرف في البشر في شارع شريف آه في شارع شريف طيب يعرف البشر من أرقام التليفونات بياء عربيات نعم العربيات فيقول لك هي هناك فلان هناك غيرة وفلان هناك غيرة القتالة وفلان راح آه قال لا ده فلان كمان راح آه فقوله إيه بتعرف إزاي يقول لك أرقام عربيات قلت له إنت تعرف مثلا رقم عربيات عبد الهاب قال لي طبعا آه قال لا سنت من كل سوم عربيات كم يقول لك كذا 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 آه عنده قدرة غريبة على أنه يعرف لأنه آه كان جين مختلف آه وطريقة حبه مختلفة ولما هربت عندك بقى جات قالت لك إيه مفيش لقيت الباب بيخبط وبتقول لك أنا جاه آه مفيش كانش فيه موبايل لجماعة ولا بتاعوا بدأ أنه يكون قل للي قالته أنه عبد الحليم ما وفاش بعهده بس جملة وقعد ثم صمت أمي أمي تقول لها شربة ما شربة أكل ما مفيش منهار آه خد يبالك أنه وعتبني عتاب قاسي وتخنقنا لأن أنا أخفيت عنه هذا الخبر لرغبتها آه طبعا نعم ترمت رغبتها ترمت رغبتها كست يعني آه وسبت لها قطي وأنا كنت بنام في قضة جلوس كده على المخدة يعني زمنا يعني آه لكن هي قطعة من التاريخ العظيم تهلهلت خارج مصر وإحنا مسؤولين نعم في نهاية الأمر نعم نحن نتحمل نتيجة نعم اللي حصل لسعاد نعم وعايز أقول لك أنه هي في رأيي أنا الشخصي أنها ماتت على نفس الطريقة التي ماتت بها صلاح جين حبوب نحسها من البلكونة ولم تقتل ولم تقتل ولم تقتل تماما وإلا بصت يعني أستاذ مفيد فاوزي أخونا جات وروا بالكامل أنها اتخذت بيد عنك من المشرحة بالتمام أنه فيش أي شيء ماتتها على الإطلاق وقال هي وقعت من البلكونة لا 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 ما حصلش إزاي فهمت ما حصلش وما لقع يعني لو وقعت من البلكونة كان زمانها تفتفتت ما تفتفتتش في حالة عادية تماما سليمة أنا بقول لك أنها وقعت في الشارع وهي مشية سقطت تماما وطبعا كان وزنها زاد ثلاث أضعاف وحصلت تغيرات شديدة في هذا الشيء ويعني نعيب نقول ده لكنها ما حصل مصر كانت أوقفت المكافأة أو الهبة الشهرية اللي بتتعقلها مش هبة هي كان نفقات العلاج النفقات العلاج أقصد على نفقة الدولة وقفتها وقفوها فبدأت تقريبا تخش في حالة تسول نعم الست التي يعني أبهجت مصر نحن ندرك صعوبة أو قسوة ما طلبتش فلوس تعمل بها حاجة تانية نحن ندرك دائما قسوة علاجنا لبعض الأمور متأخرين دائما كانت فندم عندها عفة نفس الشديدة جدا نعم نعم وأنا عذكر هي وهي في لندن وهي في باريس كانت سكنة في قوتة صغيرة جدا في قوتيل نعم يعني قوتة متر في متر كده في الشنزليزي في الشنزليزي ده في كلارتش في فرنسا وفي لندن كان في قوتيل يملوك واحد مصري قوتيل يعني بسيط نعم وحجرة بسيط وما تصدقش ان سعاد حسني عايشة كده نعم وكركيب السنديق الكرتون والبتاع وتتجنب ان حد يقول لها طب أعزمك على حاجة أو طب أجب لك حاجة طب حط مصاريف الدكتور سوى صحية جتزعل جدا صحية الحقيقة هي قصة حزينة دراما انت أقول دراما فظيعة وقلنا الناس دي بتتخطف بدري ووصفها قطعة من تاريخ مصر تهلهلت في الخارج صحية نقول بسرعة كده ملاحظ عليكي انه ان كنت متزوقة من النادرات اللي بيشتغلوا بهذا المجال المتزوّقات للكلمة الله أنا أعدى مع الكلمة الشخصية يعني أنا 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 تصورته أنا بوصف اللي أنا بقول سعاد حسني قطعة من مصر تهلهلت في الخارج انها جملة أدبية تروح فإذا بيها ترشأ في دماغك طبعا فتقوليها ده حضرتك أنا سمع الكلام الجمل اللي انت قلتهم يعني بعنوان يعيش المعلم وهو ويتعلم اللي هي الإنسان ينبغي طول العمر أن يستفيد من كل تجارب الدنيا أيوة حضرتك تعلمت من الموسيقار محمد عبد يوهاب قال لأثق بإنسان بنسبة 100% أعطي للغدر نسبة 5% وده درس من العمر يدي الغدر 5% إنما ثقة مطلقة لا عبد الوهاب تعلمت منه إيه أو كانت شخصيته التي لا يعرفها أحد الدقة والمعاد أنا عمري في حياتي ما روحت له في معاد زائد دقيقة أو أقل دقيقة ستة يعني ستة أربعة يعني أربعة ولو اتأخرت ولو اتأخرت ما أبنيش دقيقة ما يأبلكش نعم يا سلام نعم وده شيء غير مصري على الإطلاق إحنا اللي هو قال له أنا خمس دقيق وحكون عندك ويكون في ساعة يكون في سكندرية نعم ساعة ساعة شوفي من احترامه في يوم من الأيام عمل دعوة على العشف بيته من كان الموجودين وانت تصغير في بيت عمري يوسف إدريس ورجاء جلال معوض وليلة فوزي موسى صبري وأنجيل نزار قباني وبالقيس يانه ربياء مفيد فوزي وأمال العمدة وأمال أمال رحمه الله كان عندها برنامج رائع في الإزاع كان بتعمل كده كتير صحبة وأنا معهم صح اتفضل يا فان فعايز أقول يا خبا ربي أنتوا شايفين جلسة العمليقة اللي كانوا مع بعض وأنا كنت أصخر هؤلاء ليه ليه دعاني لأنه كان بيستريح لي بدليل أني عملت بعد كده معه برنامج الوحيد ليه اللي هو الموسيقار وأنا أيها اللي حكالي فيه عن أهمية الكعب العالي في حياة المرأة وعن أشياء كثيرة جدا لكن بعد كده اتعاملت معه برنامج خد تقريبا شهر لأنه عمل 30 حلقة فبقل له هو حضرتك عملت برنامج كبير مع الأستاذ سعد الدين وهبة فأنا بعتقد أن ده قيمة اللي دايما تكون بتقعد قدام المدعي العام الاشتراكي نصف سعد وحبة وسعد وحبة كتب عظيم ابن المدعي العام الاشتراكي الحقيقة يعني أنا لو أقول الأسماء الكثيرة طب حضرتك هنا قلت تعلمت إيه من تحية كاريوكا أنا أتوقف الجدعانة الجدعانة وقالت ليه وعتسق في الستات ما تصدقش تصدقش الستات أبدا النسوان النسوان شوفي برضو حتى الثاني مش عاوز يقول على الشاشة كلمة النسوان فأنت الستات رغم أن أنا عارف أنها النسوان نصحتني الفنانة الرحيلة ما تصدقش أكتر من نص كلام النسوان وعلمتني سعاد الصباح أن الرجل الشرقي الرجل الشرقي يأكل يأكل ثمرة ثم ينام وأفتكر مفهومة صعبة 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 أستاذ سعاد الشعيرة الكبيرة تعلمت من المشير أبو غزالة نعم أن أحتفظ برأيي برأيي وحتى لا أجد في وسط الغوغئين أحفظ يعني لما ألقى لما ألقى مجتمع غوغائي أحتفظ برأيي أحسن أفضل أيو الناقض الكبير نجيب المستكاوي نعم اطرق الحديد وهو ساخن عشان خاطر تبقى المشكلة ما تستفحلش شفت عايز أقولك بزمان روح تعمل برنامج مع فاروق جعفر عايز معلومات فيش نت فيش أي حاجة فذهبت في المعادي لإقابل الأستاذ نجيب المستكاوي وخدت معايا مايكروفون إزاعة كده بسيط وسجلت 3-4 ساعات لكي أقدم برنامج اسمه فاروق جعفر بستان عصر الكرة يا خبرة بيات نعم في التلفزيون بعتقد أنه من أفضل ما فعلت لأن أنا مليش انتماءات كروية وإن كنت بميل ميل للنادي اللي يحتاج دعم يحتاج للحضن الزمالك النادي الذي يحتاج للحضن ودلوقتي بالذات زمالك محتاج يظهر هيفضل محتاج للحضن كتير دايما يعني علمتني أمي فلوسك في جيبك أيوة لحد ما ييجي يومك أيوة لتبقى محتاج لحد ولحد يحتاج لك درس اقتصاد عالمي صحيح احنا النهاردة قناة السويس صحيح فلوسنا في جيبنا على رأي الوالدة رحمها الله فلوسنا في جيبنا عايز أقول لك على حاجة في الدقيقة على خير أقول لي حاجة بقى يريد يريد الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعو لكتاب جديد يدفع كله لتكون بيوتنا مضيئة أيوة دون إطفاء ونبقى بندعم الكهرباء اكتتاب للشعب يشارك في شركة الكهرباء ومكاسب شركة الكهرباء ترجع الشعب بالزبط نوع من الاستثمار مشروع قومي آخر مثل مشروع قناة السويس وأعتقد أنه ده ضروري لأن مشروع يعني تجديد وفتح شبكات جديدة مكلف تكلفة يعني لو الشعب بتقاله لو الشعب تقاله هيسعد وهيشارك لأنه إحنا مستعدين نتحمل مستعدين نتحمل وكمان فلوسنا هترجع لهم ومستعدين نتحمل لغاية للطاقة الشمسية ما تيجي بس زادت سويا زادت سويا يعني هو الأستاذ مفيد النهاردة بمنتهى يعني اسمح لي في الكلمة قولي الخبس الجميل الخبس ما تسميه الكياسة الكياسة ما تسميه المشرط بونا جرح أنا مش قزي خبس جرح لا اللي هو الصحفي يعني الزكاء الصحفي الشديد لما يحب إيه يعمل بالمشرة كده يعني بس مهم بس مهم توقفت أمام أشياء كثيرة بشكر أستاذنا الفاضل كبقية وعتزعى من كلمة خبس ده أنا بقولها إعجابا بحاول أقلده على فكرة على فكرة الخبس هو زكاء مكسف ده شفت بقى ما هو ده عصدي كده وكان عبد الحليم حافظ خبيسا عظيما ومفيد فوزي أخبس وأعصى أنا سعيدة جدا يا فانتم وإن شاء الله لتقي تاني إحنا ما كده إحنا لسه في بداية القصر شكرا شكرا يا فانتم شكرا يا أهلا بيك أنا الأول مع مفيد فوزي مش كده